اشتركوا في القناة المبلوماسية البرلمانية لمملكة البحرين تشهد تناميا وتقدما مستمرا نظرا لما تحرص عليه في بناء علاقات برلمانية متينة مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة حيث تم تداول عفاء حاملي جوازات السفر في مملكة البحرين من التأشيرة المسبقة للدخول إلى جمهورية النمسا الصديقة وعبدها السيد بولفانغ سبوتكا تفاعلا إيجابيا ورغبة في تنظيم محادثات ثنائية خلال الفترة المقبلة للوصول إلى اتفاقات تصب في تعزيز التقارب المنشود